حرصا من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر على الحفاظ على البيئة البحرية والفطرية وضمان عدم تضررها أمر سموه الجهات الحكومية المختصة بوقف سحب الرمال ومنع العمليات التي تجري في المناطق البحرية في شمال المحرق وقطعة يرادة حتى يتم دراسة تأثير عمليات الحفر وسحب الرمال على البيئة البحرية من جميع الجوانب ويأتي أمر سموه في هذا الصدد في إطار ما يليه سموه من اهتمام ومتابعة لكافة القضايا التي تهم المواطن واستجابة من سموه لمناشدات البحارة وهوات الغوص بخصوص المخاوف من تضرر بعض مناطق البيئات البحرية والفطرية جراء أنشطة شفط الرمال اشتركوا في القناة